بسم الله الرحمن الرحيم المهارات اللغوية الوحدة الثامنة الأخطاء الشائعة الدرس الأول الخطأ في اللغة أسبابه ومستوياته اختلفت الآراء حول مفهوم الأخطاء اللغوية وكيفية التعامل معها فكل لغة تسعى إلى وضع المعايير والضوابط والمقاييس التي تفرض طرائق محددة في الكلام وكلما خرقت هذه الضوابط أصبحنا أمام انحرافات وأخطاء وهفوات تشكت ظاهرة تدفع للاهتمام بها بغيث تشخيص الدوافع الكاملة وراء ظهورها انتقل معنى اللحن من التضليل والتعمية إلى معنى الخطأ في التعبير فلحن أخطأ في الكلام ولحن أي عدى عليه لحنا واللحن إمارة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية وفي الأساس للزمخشري لحن في الكلام إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ من أسباب الخطأ في اللغة تعود معظم الأسباب التي أدت إلى الخطأ في اللغة إلى سببين رئيسين سبب الأول هو ضعف الملكة اللغوية ويرجع أكثر الخطأ في اللغة في العصر الحديث إلى هذا السبب الممروث عن عصر الانحطاط الذي سادت فيه العامية وفشت الأمية ثانيا أثر العجمة الجديدة الناشئة عن اختلاط العرب بالأعاجم من أهل أوروبا عن طريق التجارة والثقافة والاستعمار فقد أثرت الإنجليزية والفرنسية على الخصوص في العربية الحديثة بعض التأثير أما الخطأ فهو مستويات نعرض له في هذه الجزئية من الدرس هناك خطأ يتعلق بوزن الكلمة وآخر في بنائها أو دلالتها أو شكلها في التركيب أو غير ذلك المستويات هي مستوى الأول الخطأ في الصياغ والأوزاء كأن يكون الخطأ يتعلق بصيغة الكلمة ووزنها وحركة حروفها من ذلك قولهم عفنا الطعام الصواب عفنا الطعام وقول فقرة والصواب فقرة بكسر القاف وقولهم في الأسماء عبد الجواد بتشديد الواو والصواب عبد الجوادي ومنه خطأ في قولهم سقط بلا حراك والصواب أن يقال بلا حراك بلا حراك بفتح الحاء هذا خطأ في صيغة وحركة الكلمة هناك خطأ في بنائها في بناء حروف الكلمة مثلا العدول بها عن وجهها الصحيح مثل كلمة راسل يكتبون على غلاف الظروف في المراسلات الراسل يريدون من قام بالإرسال والصواب أن يقال مرسل ومن خطأ في بناء الكلمة أيضا أن تجمع كلمة غريب على أغراب والصواب أن يقال غرباء ومن الخطأ قولهم هذا أمر مشين والصواب أن يقال أمر شائن وقولهم عندما يفقد أحدهم شيئا ويريد أن يستبدله أريد بدل فاقد والصواب أن يقال بدل مفقود المستوى الثالث من الخطأ في اللغة هو الخطأ في معاني الألفاظ وفي دلالاتها أن تستخدم اللفظة في غير معناها الصحيح مثلا أن تنقل إلى معنى آخر لقلا لا تجوزه أساليب اللغة وقواعد البلاغة مثل قولهم تنفس الصعداء ومعناه الصحيح تنفس يتنفس الإنسان في الصعود أي لقي شدة وعسرة والصعداء مصدر بمعنى الصعود وعامة الناس يستعملونها بعكس هذا المعنى يريدون به الراحة واليسر وهذا خلاف المقصود ومن الخطأ قولهم استلم فلان الجائزة يريدون أخذها وتناولها ومعنى استلم حقيقة أي لمس بالتقبيل أو باليد أو بالمسح بالكف وليس هذا هو المراد ومن الخطأ استعمالهم كلمة نصب بمعنى خدع أو احتال ولم يرد هذا المعنى في فصيح العربية إنما ورد النصب والنصب والنصب بمعنى البلاء والشر ومنه قولهم أو من أخطائهم قولهم نوه الناقد بأخطاء الأديب والصواب ذكرها أو أخذها عليه لأن نوه بمعنى مدحة وأشاد وهذا هو خلاف المراد المستوى الرابع من مستويات الخطأ واللحن الخطأ في التعبير والتراكب ومن هذا الباب الخطأ في التعدية وفي استعمال بعض الحروف والأدوات النحوية في غير موضعها مثل شكوت من الهم وهو خطأ والصواب أن يقال شكوت الهم لأن شكا لا يحتاج إلى حرف جر يتعدى به فهو يتعدى بنفسه ومنه قولهم اشتقت لك والصواب أن يقال اشتقت إليك ومن فساد التركيب أن تقول فعلت نفس الشيء والصواب أن يقال فعلت الشيء نفسه ومن الخطأ قولهم اتخذته كصديق لي والصيغة العربية لهذا الكلام أن يقال اتخذته صديقا فالكاف في العربية للتشبيه ولا معنى لها هنا ومن الخطأ في التركيب أن يقال لا يجب أن تكذب لأن معنى هذا الكلام أن الكذب ليس بواجب وإنما لابد أن يقال يجب أن لا تكذب أي أن عدم الكذب واجب وفرق بين التعبيرين المستوى الخامس الخطأ في الكتابة والتحرير وقد أظهرت وسائل التواصل الحديثة عددا من الأخطاء في الكتابة التي عمت بها البلوى منها كتابة إن شاء الله متصلة على هذا النحو وكتابة لكن على هذا النحو بلا من ثم ألف أو كتابة التنوين والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة في النطق لا في اللفظ المشكلة أنها تظهر أحيانا في الكتابة وهذا من الأخطاء الكبيرة كأن يكتب بعضهم كلمة شكرا على هذا النحو يختمها بالنون هذا فضلا عن الأخطاء في كتابة الهمزة بأنواعها والتائن مفتوحة والمربوطة والها والخلط في ذلك أيضا الخلط بين كتابة الضاء والضاد والألف الممدودة والمقصورة هذه نماذج وأمثلة مما يخطئ به بعض أو يخطئ فيه بعض الناس عرضناها لنستطيع إدراك ما نحن فيه من ضعف أو عجمة فنتحرر منها ونرجع إلى الملكة فنتحرر منها ونرجع إلى الملكة العربية لنقويها في أنفسنا ونروض عليها ألسنتنا وننهل من ينابيع العربية الصافية وأساليبها الفصيحة انتهى هذا الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة